مبعوث غير مرغوب فيه هذا هو ملخص الموقف الانقلابي في معادلة الأزمة والحرب في اليمن تجاه التحركات التي يبدلها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ وزاد صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى الذي أنشأه الانقلابيون في صنعاء أن قال إذا أرادت الأمم المتحدة أن تأتي بمبعوث جديد عليه أن يتعامل مع الشعب اليمني بندية واحترام على حد قوله قال الصماد كلمته وسط هذا الصخب الذي أحدثه الشقاق بين أطراف التحالف العربي وتحولت معه بوصلة الاهتمام فجأة صوب دولة في صميم هذا التحالف ومعرضة عن هذه الجبال من التحديات التي تواجه التحالف وتهدد بفشل مهماته في اليمن كلمة الحديدة ترددت في كلمات الصماد بن حبتور وغيرهم من ساسة الصف الأول في الانقلاب خلال حجد لأنصارهم في صنعاء بين من يرفض المساومة ومن يهدد بقتال دام في مدينة الحديدة كما جاء على لسان عبد العزيز بن حبتور رئيس حكومة الانقلاب والقياد في حزب المخلوع صالح ثبات في الموقف الانقلابي إذا مهمة المبعوث الأممي بلغت حد المطالب بإعفائه من مهامه فيما لا تزال الخطة الأممية للحل المدعومة من التحالف متخامة بالوعود السخية بمنح مزايا سياسية مؤثرة للانقلابيين وتقويض الحكومة الحالية التي استدعت التحالف للتدخل العسكري في اليمن أو دعت الحكومة الشرعية موقفها لدى الأمم المتحدة عبر مندوبها خالد اليماني والذي أكدت فيه قبولها بالمقترحات الأممية بشأن تحديد مصير الحديدة سلميا وتمكين طرف ثالث لإدارة مينائها لكن إجراء كهذا لم يؤثر على ما يبدو في مجرى الأحداث وكان الرد هو ما أسمعه الانقلابيون الأمم المتحدة لا مساومة بشأن الحديدة